في أولى ردود الفعل حول نتائج المؤقتة للرئاسيات تصدرت مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة أمس أصدرت بيانا مشتركا تبلغ فيه الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وقد سجل البيان المشترك ضبابية وتناقضا في الأرقام المعلنة للنسب المشاركة وتناقضا في الأرقام المعلنة من قبل رئيس السلطة مع مضمون محاضر فارز وتركيز الأصوات المسلمة من قبل الليجان الانتخابية البلدية والولائية كما سجل البيان غموضا في إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان أعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة وأشار البيان المشترك إلى الخلل المسجلي في إعلان النسب كل مترشح